السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد وحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب اتفضل يا كريمة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السؤال الأول تفضل أختي سمعتك تقول يجوز تيمم على الجدار فهل يجوز تيمم على الجدار حتى لو كان مصبوغا خاصة الآن أغلب الجدران مصبوغة وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجدران من القين إن شاء الله السؤال الثاني هل يجوز أكثر من دعاء بعد الشهود الآخر قبل السلام من الصلاة نعم وهل يجوز نشر مقاطع مفيدة بفيها بعض الآهات نشر مقاطع مفيدة هي مفيدة ولكن فيها بعض الآهات إن شاء الله وملاحظة لو سمحت تفضل أنا متابعة البرنامج من السنوات وعتذنا على أنكم تستقبلوا مجموعة من مكلمات بي زي البرنامج نعم وبعد ذلك تجيب على الأسئلة نعم أسبوع لحق لأنكم تستقبلوا مكلمتين أو ثلاثات وما تجيب ثم صحيح والله هذا يعني صار تغير والناس يحبون التغير أحيانا فعلى أساس اعتدنا على الطريقة الأولى طيب نفضل الطريقة الأولى هي تجربة نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لكن إن شاء الله شوف نسأل الله ولكن كثمنا والغرض حتى لا يبقى أسئلة في اللقاء من الغد حاول نستكمل جميع الأسئلة عموما أشكرك على المتابعة والملاحظة نسأل الله عز وجل نفع بالجمع آمين بارك الله فيك طيب كريمة من المغرب بارك الله فيها تقول سمعتك في جواب لك تقول بأن يجوز التيمم على الجدار تسأل تقول حتى ولو كان مصبوغا لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكون الجدران مصبوغ أختي كريمة بارك الله فيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تيمم على الجدار ثم رد السلام على من سلم عليه وقد كان يقضي حاجته وبالنسبة للجدران سابقا كان الطينية يابسة يعني ليس عليها أيضا غبار ليس عليها غبار ولذلك القول الراجح من قول أهل العلم هذه مسألة خلافية أنه لا يشترط أن يكون للتراب غبارا لا يشترط أن يكون للتراب غبارا فالإنسان الذي عجز عن الماء إما لفقده وإما للعجز عن استعماله لمرض أو برد شديد أو شيء من هذا القبيل يلجأ إلى التيمم أول ما يلجأ إلى التراب الذي له غبار إن لم يجد تيمم على الرمل تيمم على الحصى تيمم على الصخر بل بعض العلماء ذهبوا إلى أن يجوز التيمم حتى ولو على الحجارة المغسولة لماذا؟ لأن الله تعالى أمر بالتيمم على الصعيد فتيمموا صعيدا طيبا الصعيد كل ما على وجه الأرض بل أزيدك يا أختي الكريمة بعض الفقهاء يقولون يجوز التيمم على العشب على العشب لماذا؟ قالوا هذا الصعيد هو الذي على ظاهر الأرض عموما أختي الفاضل يعني ترتيب المسألة أولا يتيمم على تراب له غبار إن لم يجد أو ما استطاع يعني بعض المرضى الآن ممنوع أن يتيمم على تراب له غبار عنده مشاكل صحية ممكن على الرمل ممكن الأرض السبخة وممكن أيضا على الجدار اليابس حتى لو كان مصبوغا وما دام أنه يعني ممكن التيمم عليه بارك الله فيك كريمة تسأل تقول هل يجوز يعني الدعاء بأكثر من دعاء قبل التشهد الأخير الجواب نعم يا أختي كريمة يجوز للمصلي قبل أن يسلم أن يأتي بأكثر من دعاء من ذلك مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم أصحابه هذا الدعاء كما يعلمهم الفاتحة من الكتاب اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجان الدعاء الثاني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الدعاء الثالث اللهم إني ظلمت نفسي ظلمان كثيرة ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الدعاء وهكذا أدعي الباقية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الإنسان أن يأتي بأكثر من دعاء قبل قبل السلام بعد التشهد أم فيصل تفضل يم فيصل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عفواني يا شيخ ممكن أنا أصلي القيام تمر ركعات مسنا مسنا نعم لكن أحيانا بعد ما أسلم أكتشف أني مصلي ركع وحدة فهل أنا مرات أرجع أعيد ركع ثاني أين نعم ما أعرف هالشي صحيح أو غلط إن شاء الله أحياكم الله مفيصل عندك سؤال ثاني مفيصل راحت فضل أبو سعيد السلام عليكم يا شيخ نعم عليكم السلام وحتى الله عندي سؤال بالنسبة لصلاة الجمعة يقدم الأذان الأول تقريباً الساعة 12 ونص نعم الحليم في البيت ممكن يصلون للظهر عادي ولينتظرون لما يصلون المصليين يطلعون المسجد إن شاء الله يبو سعيد نعم السؤال الثاني الله يسلم أنا ألاحظ الأخوان مثلاً يعني يصلون سنة الظهر الأربع ركعات يصلون كسعاد الظهر يصلوا ركعتين يقرأ التحيات بعد يروح يكمل ركعتين يسوي أربعة هل يجوز الشكل مثلاً؟ إن شاء الله بعدين أسلمك لما نصلي مع الإمام يعني أنا عن نفسي ألتظر لما يقول سمي الله لمن حميدة بعدين أقوم بعدين أقول الله أكبر يكمل كلمته أنزل في ناس ينزلوا مع الإمام يعني الإمام نازل وينزلوا معه شو الصح؟ أنا الصح أم صح؟ إن شاء الله تذكر الله خير يا شيخ نعم مرحبا بسعيد الله يبارك فيك طيب الأخت كريمة من مغرب أيضاً تقول يعني هل يجوز للشخص أن ينشر مقاطع مفيدة لكن فيها شيء من الآهات أخت كريمة بارك الله فيك إذا كان المقطع مفيد وهذه الآهات يعني غير واضحة لا تطغى على المحتوى اللي في هذا المقطع ما في بأس ما في بأس وإن كان الأفضل ترك مثل هذه الآهات ترك مثل هذه الخلفيات ما في داعي ما في داعي لكن إذا أنت تقول والله هذا المقطع المحتوى فيه نافع وقد يتأثر به يعني خلق مثلاً لكن مصحوب ببعض الآهات الخفيفة ما في بأس أما إذا كانت الآهات هي الطاغية يمكن تعتقدون بأن هذا غير موجود لا موجود أنا استمعت إلى مقطع من المقاطع ما فهمت المحتوى اللي في المقطع من كثرة الآهات وأيضاً زيادة درجة الصوت في الآهات يعني أصبح المقطع مقصود فيه الآهات وهذا غلط ما في داعي بعد ذلك ما في داعي أخواني وأخواتي اللي يحتسبون الأجر خاصة المقاطع الدروس مقاطع المحاضرات مقاطع المواعظ مقاطع الخطب ما في الداعي لمثل هذه الأهات هذه ليست من الشرع وليست من السنة وليست من المنهج السليم فيتركوها هذه وتجعله المقطع على ما هو عليه أم فيصل من السعودية تقول أنا أصلي قيام الليل ثم الركعات ولله الحمد تقول أصلي ركعة يا ركعتين تقول أحيانا بعدما أسلم أكتشف بأني صليت ركعة وحدة وليس ركعتين تقول أقوم وأعيد الصلاة يعني هل فعله صحيح أم فيصل بارك الله فيك وزادك الله وحرصا تقبل الله منك الفعل غير صحيح فعلك هذا غير صحيح أخت الفاضلة أي إنسان ينسى يعني بعد السلام لما يسلم ويكتشف بأنه أنقص في صلاته يأتي بالشيء الناقص ما يروح ينقض الصلاة يعني أنت الآن سلمت وباقي لك ركعة نسيتها ما زلت في صلاة ما زلت الآن في صلاة تقومين تجبين ركعة وتكملين كأنك في الركعة الأخيرة وبعدين قبل السلام تسجدين سجدين سهو والحمد لله فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين قيل في صلاة الظهر وقيل في صلاة العصر من ركعتين فقام واتكأ على خشبة مسندة في قبلة المسجد كالمغضب يعني أن النبي عليه الصلاة وآله وسلم حاس في شيء ناقص فقال له رجل وقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت لأن الرسول عليه وسلم ينزل عليه الوحي فسأل قال الصلاة قصرت يعني جاك جبريل وأصبحت صلاة الظهر أو العصر ركعتين أو نسيت قال لم تقصر ولم أنسى قال بلى يا رسول الله وفي القوم أبو بكر وعمر قال أكذلك ما يقول ذو اليدين يعني الصحيح ما يقول ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله ماذا فعل النبي عليه الصلاة وقام وكمل الركعتين وسجد لسه صلى الله عليه وسلم أي إنسان يسلم من صلاة ويكتشف بأن صلى ركعة أو صلى مثلا حتى لو نقول مثلا صلاة العشاء اكتشف بأن صلى ثلاث ركعات يقوم يأتي بالركعة ما ينقض الصلاة ويعيدها من جديد فانتبه لهذا يا أم فيصل بارك الله فيك أبو سعيد من أبو ظبي يقول أذان الجمعة الآن 12 ونص يقول بالنسبة للحريم ممكن يصلون في هذا الوقت ولا لازم ينتظرون الإمام بعدما ينتهي من الخطبة أبو سعيد بارك الله فيك أولا أشكرك على هذا السؤال ثانيا سبب الشكر ما نحن فيه الآن لأن صلاة الجمعة الآن في أغلب الإمارات وحده ربع والأذان أذان الظهر الآن بدي يتقدم 12 ونص السبب الثالث كثرة السؤال وأنا استغربت والله كثرة السؤال في هذا يعتقد بعض الناس أنه والله صلاة المرأة مربوطة بصلاة الإمام وهذا غلط ما في علاقة يا إخواني يا أخواتي بصلاة المرأة في بيتها مع الإمام في المسجد ما في علاقة ما في ارتباط فالمرأة في بيتها إذا أذن إذا دخل وقت صلاة الظهر وهي ما راح تتصلي الجمعة لا تصلي في بيتها بمجرد دخول وقت صلاة الظهر تصلي صلاة الظهر تجيب السنن القبلية ركعتين ركعتين أربع ركعات وبعدين تصلي صلاة الظهر وتصلي السنن البعدية ركعتين أو أربع ركعات هذا اللي عليها أما قضية والله أنتظر إمام المسجد تنتظره ليش يعني ما في علاقة ولذلك أنا أنبه إخواني وأخواتي حتى المرضى يعني الشخص العاجز عن الذهاب إلى المسجد شخص مريض ما هو بقادر يروح يصلي الجمعة والساعة 12 ونصف أذن الظهر يصلي الظهر في بيته ما يصلي ركعتين أو ينتظر والله خطيب الجمعة ينتهي ما لا علاقة ولذلك يصلون الظهر في بيوتهم النساء والمعذورين عن شهود صلاة الجمعة بمجرد دخول الوقت يصلون ما لهم علاقة في المسجد بارك الله فيك أبو سعيد يقول ألاحظ بعض المصلين مثلا لما يجي يصلي السنة القبلية الراتب للظهر أربع ركعات يصليها مثل صلاة الظهر يقول ما حكم ذلك أبو سعيد بارك الله فيك بالنسبة للسنة القبلية لصلاة الظهر وهي أربع ركعات لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيته في الجنة وذكر منها أربع قبل الظهر أربع قبل الظهر من أهل العلم من يذهب إلى أنه يأتي بها كصلاة الظهر قال يأتي بها أربع ركعات كصلاة الظهر لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع قبل الظهر فقالوا بأنه يأتي بها كصلاة الظهر وهذا قول ضعيف بالمناسبة ومرجوح القول الثاني قالوا يأتي بها مثل الظهر لكن من دون تشهد أول وإنما يسردها سردا يسردها سردا يعني يأتي أربع ركعات ما يجلس إلا في الركعة الأخيرة وهذا قول أيضا ضعيف القول الراجح أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل والنهار صلاة الليل مثنى مثنى وفي السنن عند النساء وغير صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن ما نقدر يا أبو سعيد أننا ننكر على شخص يقلد مثلا مجتهد من المجتهدين أو إمام من الأئمة قال بمثل هذا القول لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الليل وصلاة النهار كان يصليها مثنى مثنى فهذه النصوص الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يسلم من كل ركعتين بارك الله فيك أمت الله أهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ عندي كده السؤال السؤال الأول الصديد والقيح الذي يخرج من الجروح أو التقرحات هل هذا النجس؟ طيب السؤال الأول السؤال الثاني أنا كثير ما أسمع عن علامات الطهر من الحيض لكن أغلب الشهور لا يتبين لي يعني يصبح هناك الكباس بالنسبة لي فماذا أفعل؟ وخاصة إن أنا نسانا موسوسة فالشيطان يدخل لي من هذا الباب أنتي الآن طهرتي لا يجب أن لا تطهر الآن أطهر في وقت يعني طوب أنه يقتصلي في وقت آخر فهل يجوز لي في هذه الحالة أن إذا وقت انقطع الدم هل يجوز لي أن أقتسل ولا يعني أهتم للكدرة والصفة؟ كم عادتك أنت؟ كم يوم؟ خمس أيام قد يكون أربع أيام ونصف حقا طيب السؤال الثاني يا شيخ أيضا أنا قد يستمر الكدرة والصفة بالذات إلى يوم الخمسطعش ولا أعرف هل هذه الصفة هل أو ما هي إفرازات طبيعية ما إلي إلى الإصفرات؟ ما أعرف يعني هذه إشكالية بالنسبة لي طيب يا شيخ الموسوس ماذا عليه إذا ضحك في الصلاة إذا نزل منه مذي إذا مثلا إذا خرج منه ريح وهو موسوس ويفقل عليه أن يعيد صلاته ويعيد وضوءه هل يكمل صلاته وهو متأكد أنه مثلا نزل مذي أو هو متأكد أنه ضحك ليس شكا هل يعيد صلاته أم أنه؟ لا يكمل خاصة إذا كان وسواش شديد يعني يوصل إلى محلة الخطر خطر على الدين يعني إن شاء الله هذا فقط سؤال آخر يا شيخ يا شيخ أنا مراتي يكون هناك يعني أستهزأ بالدين ليس تعمدا يعني فقط فهكذا فجأة أضحك على شيء خاصة الدين فعل ثم في الثانية بعدها يعني يحسوا بالدم فهل إستهزأ بالدين في هذه الحالة يعدك كفا أنت ما استهزأتي ما تكلمت لكن أنت فقط تخيل لا ابتسمت ابتسمت وتخيل يعني وضحكت وداخلية نعم أي يعني ما قلت شيء ما قلت كلام بلسانك قد يكون هناك لا لا مش قد لا 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 أنت موسوسي لا تقولين قد أنت الآن ما تبدأ تعالجين نفسك إلا أنك تتركين مثلا قد قد هذي قد و قد ما يصرح يا أفت الفاضل إن شاء الله أعطيك نصيحة وتلتزمين فيها أعتبر يا شيخ لكن آخر سؤال أعتبر للإطالة هل التأخير عن الصلاة تأخير حتى فوات وقتها هل يعطو كفا تأخيره ثم قضاءه هل يعطو كفا أم لا إن شاء الله شكرا يا شيخ مرحبا طيب طيب أرجع إلى الأخ سعيد بارك الله فيه يقول يقول أنا أحوالي مع الإمام أنني ما يعني أخالف الإمام إذا يعني مثلا الإمام قال سمع الله لمن حمد يقول أرفع إذا سجد أسجد يقول أن شون بعض الناس ينزلون مع الإمام هل هذا الفعل صحيح أخي أبو سعيد بارك الله فيك أحوال المأموم مع الإمام على ثلاثة أحوال الحالة الأولى وهي الحالة الشرعية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي المتابعة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخر الحديث هذه أفضل حالة وهي الحالة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والفاء هنا عند أهل الريم تفيد الترتيب والتعقيب الترتيب والتعقيب يعني تأتي بها بعدما ينتهي الإمام الحالة الثانية حالة الموافقة بعض الناس الآن يوافق الإمام المأموم يوافق الإمام في حركاته فإذا وافقه في تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته واضح يعني مأموم الآن الإمام قال الله أكبر هو قال مع الإمام بالضبط الله أكبر ما له صلاة من عقدت صلاة لماذا لأنه ما تابع الإمام الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والإمام يجب أن يتابع قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فإذا قال مع الإمام الله أكبر ما لصلاة إذا وافق الإمام في الركوع بحيث أنه ما سبق ما سبق الإمام وإنما وافقه فهذه مكروهة كراهة شديدة أو رفع مع الإمام موافقا إياه بحيث أنه ما تقدم عليه ولو بلحظة مكروهة كراهة شديدة وإن كان بعض العلم يبطل هذه الصلاة إذا وافق الإمام في السلام في التسليم هذه مسألة خلافية والخلافية شديد من أهل العلم من يقول الصلاة باطلة لماذا لأن أيضا السلام مثل تكبيرة الإحرام السلام الذي يخرج به الإنسان من الصلاة مثل تكبيرة الإحرام لما يدخل فيها فإذا وافق الإمام في التسليم بطلة صلاة القول الآخر قالوا لا مكروهة كراهة شديدة بشرط أن لا يسبق الإمام ولو بلحظة ولو بلحظة يعني الصلاة على خطر يعني فيها خلاف الصلاة على خطر الحالة الثالثة حالة المسابقة المسابقة وهي على قسمين مسابقة الإمام في الأركان مسابقة الإمام في الأركان تعمدا ومسابقة الإمام في الأركان نسيانا وسهوا من سابق الإمام في أي ركن من أركان الصلاة عامدا متعمدا بطلة صلاة بطلة صلاة أي إنسان في الصلاة يسابق الإمام متعمد عامد قاصد ما للصلاة يرفع قبل الإمام في الركوع مثلا أو يرفع قبل الإمام في السجود مثلا ما للصلاة الثاني من سابق الإمام ناسيا شخص سمع أو مخطئا سمع كأن الإمام قال سمع الله لمن حمد فرفع وتبين بأن الجماعة ما زالوا راكعين ولا هذا المسجد الثاني فالتبس عليه ماذا يفعل؟ يرجع يرجع ويركع ويأتي بالركوع بعد الإمام يعني الآن أفترض رفع والإمام ما رفع والإمام في هذه اللحظة رفع يجب عليه أن يعود ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ويتابع الإمام ويتابع الإمام إذا بقي وما ركع وهذه مشكلة كثير من الناس ما يعني يعرف الحكم فيها إذا ما ركع أصبح متعمد الآن أصبح متعمدا ذلك بعض العلماء يقول إن سبقه بركنين بطلت صلاته وإن سبقه بعضهم يقول بركن واحد بطلت صلاته وبعضهم يرى بأن مثل هذه الحالة تبطل الركعة ويأتي بركعة أخرى واضح يا أخي أبو سعيد ولذلك مسؤوليتك أنت ومسؤولية الإمام ومسؤولية الطلاب العلم أن يبصرون الناس بهذا ويعلمون الناس مثل هذه الأحكام الشرعية المهمة وأنه عدم ما يجوز مسابقة الإمام وأي شخص أي شخص يوافق الإمام سبحان الله العظيم هذه الموافقة تقود إلى المسابقة أي شخص يوافق الإمام في هذه في أفعال الصلاة بعد ذلك يقول به الحال إلى المسابقة وشوف لاحظ الآن من يعتنق مذهب فقه معين وهم يقولون بأن أنك تسلم بعدما يسلم الإمام التسليم الأولى تسلم لماذا حتى لا تنشغل بالسنة عن الركن أكذا يقولون شوف أتباع المذاهب هذه الفقهية ماذا يفعلون الآن أصبحوا يسلمون مع الإمام بل بعضهم يسلم قبل الإمام هو يتوقع الآن أن الإمام بدأ يسلم فيسلم ويسلم التسليم الثاني والإمام ما سلم والسبب في هذا الخلل في قضية متابعة الإمام فبارك الله فيك يا أبو سعيد وأنت بالنسبة لك الحمد لله على الهدي النبوي وهذه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصحابة اللي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما كان يصلي وجه الناس أنهم لا يسابقون الإمام بارك الله فيك أمت الله من الشارقة تقول بالنسبة للصديد والقيح يعني من الجروح الخارجة هل هو نجس أم لا أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للقيح والصديد وهذه الأشياء التي تخرج من الجروح هذه محل خلاف بين العلماء والراجح من أقوال أهل العلم أنها ليست بنجسة ليست بنجسة لأنها ليست كالدم وإنما هي قروح وصديد ويعني يطلقون عليها أسماء كثيرة فالراجح أن القيح والصديد إذا خرج من المتوضع فإنه لا يعيد الوضوء أمت الله تقول يعني أنا عندي وسوسة وعندي مشكلة في قضايا علامات الطهر تقول يعني الكدرة والصفرة عندي مستمرة تقريبا إلى خمسة عشر يوم ويشكل علي هذا الأمر أختي أمت الله بارك الله فيك أولا يجب عليك ترك الوسواس لأن الوسواس مرض والله جل وعلا أمرنا بأن نستعيذ من الشيطان الذي وسوس في الصدور قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس وربنا جل وعلا قال الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبسرون قال جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله هذا الأمر الأول ولا تقولين ما أقدر يجب عليك أن تعالج الوسواس الأمر الثاني بالنسبة لمسألة الطهر للمرأة يعني المسألة واضحة جدا وسهلة ولذلك اخت الفاضل النساء يطهرن بأحد علامتين العلامة الأولى القصة البيضاء وهي سائل أبيض شفاف تعرفها النساء يخرج بعد انقطاع الدم علامة على الطهر وكل ما يخرج بعد هذا من الكدرة أو الصفرة هذا طهر ليس بشيء لقولي أمي عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيء النوع الثاني في نساء ما ينزل عليهم القصة البيضاء الجفاف والجفاف أو النقاء التام أو الجفاف التام أن تمكث المرأة تقريبا يوم وليلة ما ينزل عليها شيء يعني انقطع عنها الدم استمرت تقريبا 24 ساعة 20 ساعة 18 ساعة وهي تعرف بأن هذا علامة طهر عندها أصلا كل حياتها هكذا تغتسل وتصلي ولله الحمد وتقضي الصلوات اللي انقطع فيها الدم يعني مثلا قطع الدم الساعة 11 الضحا وجلست تنتظر لأنه عندها جفاف ما عندها قصة بيضاء مر عليها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الساعة 11 في الليل قالت الحمد لله طهرت تغتسل وتصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء واضح بارك الله فيك الكدرة والصفرة إذا نزلت في فترة العادة هذه حيض أنت عادتك خمسة أيام أو ست ثلاث أيام الأولى دم اليوم الرابع لا انقطع الدم لكن نزل كدرة والصفرة هذه حيض ثم يرجع لك الدم أو يستمر معك الكدرة والصفرة واضح بارك الله فيك قضية أن الكدرة والصفرة تستمر خمسة عشر يوم يمكن بسبب الوسواس اللي عندك أو بسبب القلق أو بسبب التشنجات اللي يحصل عندك بسبب التفكير ممكن تستمر هذه السوائل فلذلك أختي الله يرضى عليك يبارك فيك يعني حاولي قدره مستطاع أنك تتركين الوساوس وتمارسين حياتك بشكل طبيعي جميع بنات آدم كتب الله عليهن هذا الأمر هذا العذر ويتعاملون بشكل طبيعي شوفي والدتك خواتك أقاربك كلهم يتعاملون بشكل طبيعي فكوني على طريقتهم ومنهاجهم وتركي عنك الوساوس تفضل يا محمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله يعافيك يعافيك لو أغلبك عندي سؤال هم سؤالين أو سؤال يعني مرتبطين ببعض يلا بسم الله بسم الله بدي أسأل هلأت ما حكم إذا فقوا زكاة مال مال الخاص مثلا أني أساعد أهلي الوالدين في علاج في المستشفر أني أساعد في تورة مستشفر نعم أنا الحمد لله بالعالمين زوجي يعني مواقق أني أساعد أهلي فأنا بعطي لأهلي كل شهر راتب معين لكن دفع الفاتورة بتكون مبدغي كبير بصير أني مثلا أعطيها أعطي للأهل من زكاة مالي طيب شهر السؤال الثاني هو برطة بسيط هلأت أخوي هو اللي عامل لأهلي التأمين الصحي فكل شهر بيخصموا من راتبه مبلغ أخوي كل يعني راتبه يدوبها ماشي يعني عن الخدر ومرات لا ما بيكفي بصير أعطيه من زكاة مالي رسوم التأمين لسنة كاملة عن الوالدين إن شاء الله الله يشبك شكرا لك أهلا وسهلا أم فيصل سلام عليكم دكتور ما عليك أنا قبل سيناحك كلمت عن السؤال تفضل ايه تفضل أنا سؤالي إنه إذا جبت ركعة بعد يعني الركعة هاي الغلط لو جبتها يعني هل يعتبر من الوتر لأنني أنا عرف لا وترة في ليلة مرة لا لا ليست من الوتر أخت الفاضل الآن إذا قلت نسيت ركعة وقلنا لك جيبي ركعة ثانية خلاص أنت شفعت الآن شفعت الركعة تجيبين بعدين الوتر ركعة الوتر أيوة شكرا دكتور ممكن سؤال ثاني ممكن تفضلي الآن إن شاء الله في الأشهر اللي قبل رمضان جاي اللهم بلغنا رمضان ممكن أعرف يعني بأستنة يعني إيش ممكن نسوي إحنا في هذه الشهور لأنه ما نعرف في ناس يصوم وفي ناس يعني نبغى الأستنة الصحيحة يعني وش نسوي بهذه الشهور أبشر يام فيصل أبشر شكرا مرحبا مرحبا يوسف سلام عليكم عليكم السلام مرحبا الشيخ كيف رحبا يا كلا يوسف الشيخ عندي سؤالي اللي سمح تفضل السؤال الأول يا شيخ أنا استفترت عندي بخصوص ميرا وأنت قلت لي إن الزوجة تأخذ الثمن بس بغير أستفسر يا شيخ كم هو الثمن هل هو المبلغ الكلي قسم الثماني أو لا يعني تفسر لي ما هو الثمن كيف نحسب الثمن إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ عمي مختفي ثمان سنين أو ست سنين مختفي في سنة اليمن يعني ما نعرف عنه وين بالضبط هو حي أو ميت لكن يا شيخ لديه زوجة وهو عنده فلوس راتب وميرا والحين هل زوجته يعني نعطيها من الراتب ونعطيها من الميرا أم ما نعطيها ما لاحق العلم أنه لها ست سنين عنده طم وعنده أخوان كيف نعمل يا شيخ وعنده أولاد لا ما عنده أولاد عنده أخوانه وأمه أبوه متوفي لا راسب ولا مبلغ من الميرا يعني الآن تقول زوجته هو من ثمان سنوات مختفي من ست سنوات من ست سنوات وعنده زوجه وأخوه وأخوات ووالده بس أخوان ستة أخوان ووالدته وزوجته بس طيب أبشر يوسف رضاك الله خير مشكوش مرحب الله يحييك طيب طيب بالنسبة لي الأخت أمه الله طبعا تقول يعني أحيانا تقول أنا عندي وسواس وحيانا أضحك في الصلاة وحيانا يخرج مني مذي أو يخرج مني ريح وشيء من هذا القبيل وتقول مرات أحيانا أستهزي بالدين وليس متعمدة لكن كذا وشيء من هذا القبيل أخت أمه الله بارك الله فيك طبعا أنت اعترفت بأن عندك وسواس والوسواس مرض الوسواس مرض يجب على الإنسان أن يعالج وعلاج الوسواس سهل يسير إذا وجد إذا كان عند الإنسان عزيمة وتوكل على الله عز وجل وأيضا الاستجابة لكلام العلماء وليس فقط الفضفضة أو فقط لجلد الذات كما يفعل بعض الموسوسين يتصل علشان تقصوا عليه وتقول له كذا وكذا وبعدين ما كأنك كلمت يدخل مع هذا ويطرع مع هذا الكلام لا ما يصلح أخت الفاضل الوسوسة مرض ويجب على الإنسان أن يتعالج منه ومثل ما ذكرت لك أنا قبل قليل أن الله تعالى أمرنا بأن نستعيد من الوسواس الخنس والصحابة رضي الله عنهم بعضهم أصيب بوسوسة أصيب الشيطان تسلط عليه مثل عثمان بن أبي العاص قال يا رسول الله الشيطان يلبس عليه في الصلاة فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجل في الصلاة ويدفل عن يساره ثلاث مرات ودعا له وضع يده على صدره ودعا له فأذهب الله عنه ما يجد من وسوسة الشيطان و لذلك اخت الفاضلة أنت أولا بارك الله فيك تخلصين النية وتصرحين الطوية وتراقبين الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني تتعلمين العلم الشرعي وهو سهل و يسير تتعلمين أحكام الطهارة و أحكام الصلاة و هذه في يوم واحد تستطيعين أنك تستوعبينها و إذا ما استوعبتها يومين ثلاثة لو قضيت العمر كل على أنك تطلب العلم هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى مسألة أخرى لها بد أن تعلم بأن الشيطان عدو للإنسان و لذلك الشيطان ما يفرح للإنسان اللي يتوضى أو يغتسل أو يصلي أو يصوم قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوه أغلب الناس الآن يعرف بأن الشيطان عدو لكن يصادق الشيطان ما يتخذ عدو يعمل بشطر الآية الأولى أما الشطر الثاني فاتخذه عدوا لا ما يعمل فيه يصادق الشيطان مثل الموسوسين الموسوس الشيطان يأخذ مع أنفه الموسوس هذا الشيطان مع أنفه يأخذه يعرف الحق ولكن يروح مع الشيطان فيعص الرحمن و يطيع الشيطان لا ما يصلح بعدين عندنا قاعدة في الشريعة الأصل في الأشياء الطهارة و الحل اليقين لا يزول بالشكل أنت توضأتي و خرجتي جاك الشيطان قال لا أخرج شيء أنت ما خرج منك شيء الشيطان هو اللي قاله تروحين مع الشيطان تطيعين الشيطان و اللي تقول اخسع عدو الله و تروحين تصليين على طول مباشرة هذا الذي يجب على الإنسان صليتي الله أكبر أربع ركعات اللهم بارك صلاة العشاء ولا الظهر ولا العصر بعد ما سلمت جاك الشيطان قال ها صليت ثلاث ركعات تقول اخسع عدو الله أنا صليت أربع ركعات و لله الحمد هذا بعد ما انتهيت من الصلاة جاك والله قال لك خرج من كريح تنصرفين ما يجوز النبي صلى الله عليه و عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة يعني كأنه خرج منه شيء ماذا قال النبي عليه الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا هو اليقين حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه أنت الآن جاك الشيطان و قال لك لا خرج ريح تطلعين من الصلاة أطعت الشيطان إذا ما طلعت أطعت النبي عليه الصلاة والسلام لاحظت كيف و لذلك أختي الله يرضى عليكم ما يجوز أنك تستسلمين لبثل هذه الوساوس الآن ضحكت في الصلاة طيب أنت متعمدة أضحك التبسم ما يبطل الصلاة إذا تبسم الإنسان في الصلاة تذكر موقف تذكر شيء تبسم صلاة صحيحة إذا ضحك و قهقه صال قهقها عامدا متعمدا هو غير مريض بالوسوسة بطل الصلاة أما الشخص موسوس مريض بالوسوسة والشيطان يأتي فينغزه حتى يضحك لا ما يطلع من الصلاة صلاة صحيح ليش لأنه معذور هذا هذا مبتلى مسكين هذه مبتلى مسكينة ما تطلع من الصلاة تكمل صلاة واضح فبارك الله فيك ابني أمورك على اليقين بعدين شوف اللي يحولك أنا قبل شوي في جوابي في مسألة الحيض و الطهر منه قلت لك شوفي والدتك خواتك بنات عمك بنات خالك صديقاتك تراهم كلهم في راحة و طمأنينة أنت اللي معذب عمرك و أنت داخل في معركة مع نفسك أنت ما عندك أي مشكلة و لذلك انتفضي على نفسك انتفضي على شيطانك اطلب العلم الشرعي و الله إن الشيطان ينهزم من أول جولة ما يصمد أمامك إذا وجد منك يقين و توكل على الله و اتباع كلام النبي عليه الصلاة و السلام ها مثل قبل قليل قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجذره انت أحيانا تقولي لا يخرج هو ما يخرج الشيطان كما قال النبي عليه الصلاة و السلام يأتي عند دبر الإنسان فيسل شعرة يوهمه أنه خرج الشيء و ما خرج الشيء هذا كلام النبي عليه الصلاة و السلام و هذا ما يقول إلا بالوحي من الله لأن نحن ما نشوف الجن ما نشوف الشياطين فالرسول عليه الصلاة و بيّن بأن الشيطان يفعل هذا حتى يلبس عليك و على أمثالك و يطلعوا من الصلاة و يضحاك الشيطان عليكم و ينبسط الشيطان عليكم خرب عليكم صلاتكم و لبس عليكم عبادتكم المؤمن لا ما يصلح ما يصلح يا أخت الفاء حتى تسمعين صوتا بأذنك أو تشمين ريحا بأنفك بارك الله فيك استمر في صلاتك اكسري هذا الحاجز إذا جاك الشيطان في الصلاة ادفلي عن يسارك ثلاث مرات استعيذ بالله تعلم الشيطان الرجيم من تتوظين ادخلي في الصلاة و طبعا ستخوضين معركة مع الشيطان يمكن شوي يشتد عليك لكن صدقيني بأنه سينهزم و تنتصرين عليه لأن الشيطان أمام أهل الإيمان ضعيف جدا ما يقوى عليهم بارك الله فيك أمت الله تسأل تقول يعني مرات يكون عندي استهزاء بالدين ليس تعمدا لكن أشعر كذا يا أمت الله بارك الله فيك أنت مثل ما ذكرت عندك وسواس والشيطان يشم قلب الإنسان يأتي في الوضوء يأتي بعض الناس في الصلاة ناس في الصيام ناس في الطلاق ناس في الزكاة ناس في الحج ناس في النجاسات أنت جاك الشيطان من هذا الباب قرأتي فتوى قرأتي موضوع قرأتي مقال عن الاستهزاء بالدين و شافك تركزين على هذا الشيء و شافك و خايفة أنك كذا و كذا فدخل عليك من هذا الباب أنت ما تستهزين امرأة صالحة مصلية مسمية تستهزين بالدين أبدا الشيطان يأتيك فيخيل إليك أنك تستهزين بالدين و أنت ما تستهزين بالدين و لذلك مثل ما ذكرتك استعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم اتفلي عنه سارك ثلاث مرات هذا إذا كنت في الصلاة خارج الصلاة انشغلي بقراءة القرآن انشغلي بذكر الله و الله لأن تشتغلي في المطبخ حتى تصرفين عنك هذا الوساوس أفضل لك من أنك تجلسين و تنتظرين أو تستدعين و تستحلبين مثل هذه الوساوس تفكرين فيها أو لا أنا خرجت من إسلام ما خرجت ما عندك العافية أنت أنت قاعدة تورطين نفسك بمثل هذه الأشياء فبارك الله فيك أتركي عنك هذا الأمر شوف النصائح التي قدمتها لك الآن قبل قليل كلها إن شاء الله بإذن الله إذا اتبعتها ستسلمين من هذا المرض أمت الله تسأل عن تأخير الصلاة عن وقتها مثلا تقول هل يكون كفرا يا أمت الله بارك الله فيك أولا بالنسبة للصلاة فرضها الله عز وجل وهي أعظم ركم بعد الشهادتين من أركان الإسلام و جعل لها وقت ابتداء و وقت انتهاء قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا كتابا فرضا موقوطا يعني له وقت ابتداء و وقت انتهاء المسألة الثانية بالنسبة للإنسان إذا فاتته الصلاة لعذر كنوم مثلا أو نسيان أو تعب شديد و غفل عن الصلاة يقضيها فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك و النبي عليه الصلاة والسلام فاتته صلاة الفجر لما كان في سفر و أمر بلالا أن يوقضهم على الصلاة فمن شدة التعب نام بلال فما إيقظهم إلا حر الشمس فقال ما هذا يا بلال وين وصناك وكلفناك هذا المعنى يعني فقال بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم فغير النفس المكان و قال هذا مكان حضران فيه شيطان و توضع و توضع الصحابة ثم صلوا السنة القبلية ثم صلاة الفجر بعد ما أذن بلال أما إذا تعمد الإنسان إخراج الصلاة عن وقته عامدة متعمدة جماهير أهل العلم يقول ما دام أنه غير جاحد لوجوبها فلا يكفر الكفر الناقل لا يكفر الكفر الناقل و إنما مرتكب لكبير من كبائر الذنوب في مذهب من المذهب الفقهية يقولون بكفر إذا تعمد تعمد و قال أنا سأخرج الصلاة عن وقتها و هذا ما أعتقد أن إنسان يعني يقول مثل هذا الكلام إنسان مصلي يقول الله أنا اليوم إن شاء الله أني بطلع الصلاة عن وقتها طبعا أقول هذا الكلام لأمت الله لأن عندها حالة معينة سامحوني ما في يا أختي أمت الله ما في ما في إنسان يقول الله اليوم بوريكم اليوم أطلع الصلاة عن وقتها فيه ما فيه فأحيانا إنسان تخرج الصلاة عن إما ليكسل إما ليتهاون إما لتسويف أقوم سوف إن شاء الله ويطلع الصلاة فيقوم يقضيها ويستغفر الله بارك الله فيك أم محمد من الشارقة سألت سؤالين يدوراني حول دفع الزكاة تقول يعني عندي أهلي أساعدهم وأعطيهم مثل الراتب المعين بموافقة زوجي وعندهم الآن فاتورة مستشفى يعني مرتفعة جدا هل يمكن أعطيهم من الزكاة وعندي أخوي تقول يعني هو العائل لأهلي وعنده التأمين الصحي تقول ممكن أعطيه ما يكفيه عن رسوم التأخير أم محمد بارك الله فيك أولا بالنسبة للزكاة لا يجوز للإنسان أن يعطي الزكاة لأصوله ولا لفروعه ما معنى الأصول الآباء الوالدين الأب والأم والأجداد وبالنسبة للفروع الأولاد من الذكر والإناث هذا المسألة الأولى المسألة الثانية يجوز للأصل أو للفرع أن يعطي الآخر من بند واحد من بنود الأصناف الثمانية المستعقين للزكاة وهو بند الغارمين فإذا كان والدك أو والدتك دخلوا في غرامة دخلوا في مثل عملية المستشفى هذه ما عندهم قدرة على سداد الفاتورة أو عندك مثلا أحد أولادك أو أحد كذا مشاء الله الفعل عنكم بعيد أيضا تورط بحيث أصبح على يدين سواء لمستشفى أو لجامعة أو لشيء هل يمكن تعطينا من الزكاة؟ الجواب نعم بشرط أن يكون عاجز ما عنده قدرة يعني الوالد ما عنده ذهب تبيعه علشان تسدد الوالد ما عنده راتب مثلا ما عنده مصدر رزق آخر فقير خلاص معدم أصبح مستحق للزكاة نعم يجوز في مثل هذه الحال أنك تعطين الوالدين حتى يدفعون الرسوم المتبقية للمستشفى بسبب يعني التداوي عند المستشفى بالنسبة لأخيكي أختي الفاضلة أخوكي إذا كان والله موظف وعنده راتب لكن ما يكفيه ويعول والديه عنده زوجه وأولاد وعنده الوالدين ما في داعي أنك تروحين تعطينه علشان التأمين يدفع لكذا لا عطيه هو هو يتصرف فما دام منه فقير أو مسكين الفقير المعدم المسكين اللي عنده نصف الكفاية أو بعض الكفاية عنده راتب لكن ما يكفيه آخر الشهر بسبب زوجته أولاده أجرات أمور استهلاكية فواتير بسبب يعول والديه مثلا تعطينه من الزكاة ما في بأس بارك الله فيك ورضي عنك أم فيصل من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني شهر رمضان تقريبا بعد أشهر يعني تقول ما هي الأعمال التي يمكن أن نتقدم بها قبل شهر رمضان أختي أم فيصل بارك الله فيك بالنسبة لشهر رمضان هو عقد الشهور وهو واسطة الشهور وهو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى ولذلك فرض الله فيه الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام شرع صيام شعبان فلقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصوم شعبان كله أو بعضه وهذا جاء من أوجه متعددة ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو أغلبه المسألة الثالثة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتقدم الشخص صيام رمضان بيوم أو يومين يتقدم الشخص صيام رمضان بيوم أو يومين فإذا كان الشخص يصوم شعبان وجاء يوم ثمانة وعشرين يفطر ما يكمل الصيام حتى لا يتصل النفل بالفرض ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتقدم المسلم شهر رمضان بيوم أو يومين المسألة الأخرى الدعاء الله عز وجل اللهم بلغنا رمضان اللهم يا رب وفقنا لأن نكون من أهلي من من يصومه ويقومه يا رب الدعاء دعاء الله عز وجل لماذا؟ لأن شهر رمضان شهر عظيم فيه تحطى الخطايا وفيه تكفر السيئات وتعظم الحسنات وترفع الدرجات شهر يمثل فرصة العمر بالنسبة للإنسان هذا لمن؟ لمن ألقى السمع وهو شهيد لمن فعلا عرث مقدار هذا الموسم العظيم الذي كان السلف الصالح يدعون الله أشهر متعدن أن الله يبلغهم رمضان ويدعون الله بعد رمضان أن الله يتقبل منه أما دعاء المشتهر على ألسنة العوام وللأسف أيضا يقوله بعض الخطبة ويروج عند الناس اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان وبلغنا رمضان هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز للإنسان أن يعتقد بأن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز أن ينقله إلا على سبيل التحذير على أنه حديث ضعيف وشريعتنا وديننا في غنية عن الأحاديث الضعيف والموضوع والمكذوبة في الصحيح غنية ولله الحمد وكفاية عندنا أحاديث فيها خير وكفاية وكلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا بعض الأعمال التي تتقدم رمضان بارك الله فيك أم محمد السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا لو سماحت بدي أسأل عن كفارة اليمين أي بدي يعني أنا حلفت يمين وما بدي أدفع كفارته ما بعرف أنا هون فقراء ومساكين بأحد الأماكن التبرعات ما عرفوا المقدار ما قداش مقدار هو بالفلوس مقدار الكفارة اليمين أي كفارة اليمين اليمين إن شاء الله وبجوز أني أدفع خارج الدولة إن شاء الله ما شكور شكرا مرحب مرحب فاطمة سلام عليك يا شيخ عليكم السلام سلام عليك يا شيخ مرحب أختي الله يخليك يا شيخ أبقى أكلمك بعد البرنامج ما أبقى أكلمك على الهوة طيب إن شاء الله خير الله يحفظك نعم ها تفضل يا محمد محمد ها تفضل تفضل أبقى الشيخة يلا أنت على الهوة تفضل سلام عليك يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله مرحب كل عام أنت طيب يا طيب الله يحفظك تفضل بالنسبة لشيخة وقعت أحس بنفسي يعني الحمد ما أقراها وشو العمل يعني أوقات أعود أعود أقرأ مرة ثاني ودائما هذا تفيه ولا لا ودائما ولا أحيانا والله أحيانا أحيانا هذا في صلاة الليل يعني لا لا والله حتى في وقات تظن الفروض بعض الفروض الفروض أيضا مع الإمام أو للوحدك لا الوحدة إن شاء الله أبشر يعطيك العافية يعافيك يوسف من عجمان بارك الله فيه طبعا يسأل بالنسبة لمراث الزوجة يقول تأخذ الثمن يقول يعني كيف الثمن هل هو من مبلغ الكلي يوسف بارك الله فيك بالنسبة للزوجة لها الثمن إذا خلف الميت فرعا وارثا فإذا ترك الميت فرعا وارث يعني ابن أو ابنة فإن الزوجة تأخذ الثمن والثمن تأخذه من مجموع الترك من مجموع الترك يعني الآن يجمع كل ما تركه الميت من عقار من أموال منقولة من أي شيء يجمع ثم يقسم هذا المال والقسمة معروفة يا يوسف بالنسبة للثمن لكن تختلف باختلاف عملية الورثة يعني من حيث حساب الأنصبة الأسهم فيرجع فيها إلى القضاء بارك الله فيك والثمن يعني إذا كان مثلا قسمة المسألة على ثمانية يصير لها واحد يعني مثلا ترك زوجة وترك أولاد ذكور وإناث يصبح أصل المسألة من ثمانية واحد للزوجة والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين يوسف يقول عمي اختفى من ست سنوات تقريبا في حرب اليمن يقول لديه زوجة وعنده فلوس وراتب وميراث وعنده إخوة وأخوات وشيء من هذا القبيل يقول يعني هل نعطي الزوجة؟ يوسف بارك الله فيك أولا بالنسبة لعمك أصل الله تعالى أن يرده أن يرده سالما إن كان حيا ويرحمه إن كان ميت طبعا ما دام ذكرت أنه في الفتنة اللي في اليمن فهذا طريق كما يقول العلم غالبه الهلكة يعني شخص اختفى في حرب اختفى في فتنة اختفى في صحراء مجهولة معروف هذه الصحراء بالوحوش وكذا وأنه درب هلكة هذا يعطى أربع سنين فقط يعني ينتظر أربع سنوات عمك الآن اختفى ست سنوات إذن من الآن المرأة لها الحق الكامل أنها تتزوج بعد ما توثق هذا في المحكمة إذا حبت تتزوج وإذا حبت تنتظر زوجها الله يوفقها ويعطيها العافية لها الحق وأيضا يقسم الميراث يقسم الميراث ولذلك بالنسبة لحبس المال عن الزوجة غلط يعني الآن إذا كانت الزوجة محتاجة كيف تحبسون المال عنها قلت لي عندها راتب عندها راتب عندها فلوس ما يجوز تحبسون هذه الفلوس والراتب عن زوجته وهي على ذمته على ذمته يجب عليكم أنكم تنفقون عليها فإذا كان أحد أخوانا هو القائم على مسائلها المالية يجب أن يعطي الزوجة ما يتعلق بالضروريات والحاجيات فإذا الآن أصدر القاضي صكّن بأن حكمنا على فلان بأنه الآن في حكم الأموات خلاص تبدأ أملية تقسيم الميراث بارك الله فيك بالنسبة للمرأة تأخذ الربع والباقي ما أدري عادة أنت ذكرت لمن لكن عموما تلجأون إلى القضاء ويحصرون التركة وأيضا الورثة ويقسمونها ويخرجون بذلك صكّ شرعي أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول بالنسبة لكفارة اليمين تقول أريد أن أدفع كفارة يمين لكني ما عرف فقرة في البلد أماكن التبرعات يقول ما عرفوا المقدار تقول يعني ماذا أفعل وهل يجوز أن أخرجها خارج الدولة أم محمد بارك الله فيك أولا كفارة اليمين إطعام عشرة مساكن لقول الله عز وجل لا يؤخذكم الله باللغوي في أيمانكم وليك يؤخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكن الآيات الأمر الثاني الأصل في الكفارات تخرج في نفس البلد اللي أنت فيه سواء بلدك الأصل أو بلدك اللي أنت انتقلت إليه أو سافرت إليه فتخرجين الكفارة في البلد الذي أنت فيه أنت الآن في الشارقة تخرجنا في الشأن هذا والأصل الأمر الثالث لو أخرجتي خارج البلد خاصة مع وجود حاجة يعني تقوى الله في بلدي في حاجة في ضرورة في أناس يعني جياع في فقراء في مشردين مهجرين لا بأس بذلك لأنه ليس شرطا لقبولي أو ليس شرطا لصحتي الكفارة أن تكون في نفس البلد لكن العلماء يعني يذكرونها من باب بعضهم يقول باب الوجوب بعضهم يرى بأنه من باب الاستحبام الأمر الآخر أنا استغربت لما قلت يعني الشخص الذي يستقبل التبرعات ما عرف انتبه من هذا الشخص واضح أي شخص الآن موجود عند جمعية أو في الأسواق وتقولي لو الله أنا أبغى كفارة تيمين يقول أنا ما عرف مقداره هذا الشخص غير مرسم يعني غير تابع للجمعية من الجمعيات المحترمة المعروفة لماذا لأن أصلا الجمعيات في الدولة ما يمكن توظف شخص إلا وعنده خلفية كاملة وبعدين ما تبي يعني فهم الآن الكوبونات يسمون الكوبونات هذه اللي هي اللي فيها أسعار التبرعات والوقف وكفارات أيضا موجود يقطع لك كوبون وموجود عشر مساكين هذه مئة وعشرين درهم مثلا أو مئة وخمسين درهم فانتبهي ولذلك تلفاضلة أنت الآن لو في بيتك في بيتك امسك الهاتف واتصل على حد الجمعيات ويعطونك الرقم فيه رقم معين إذا ضغطتيه قالك هذا كفارة يمين هذا مثلا أضحية هذا كذا هذا كذا والحمد لله تستطيعين بسهولة جدا أنك تدفعين الكفارة محمد بن عين بارك الله فيه يقول أنا أحيانا أشعر بأني ما قرأت سورة الفاتحة وأعيدها مرة ثانية ويقول هذا في الصلوات في الفرض والنفل يقول هل الفعلي صحيح؟ محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستقبل صلاته ويعرف وش يقرأ وش يقول وأنت مارك الله فيك إذا كان أحيانا أحيانا تقول الله أنا الآن قرأت قلوه الله واحد تقول الله ما أدري قرأت الفاتحة قبله ولا لا ارجع وقرأ الفاتح أما إذا كان دائما لا ما يصلح يا أخي محمد الله يرضى عليك لازم تستقبل صلاتك ولازم تنتبه لقرأة الفاتح لأنه ركم من أركان الصلاة ركم من أركان الصلاة ما تصح الصلاة إلا بها فتنتبه وتحاول أنك تقرأ قراءة هادئة وتقطع الآيات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يعني ما تسرد الفاتحة حتى أنك تخشع معها وتنتبه معها وبإذن الله فإذا كان أحيانا تعيدها أما إذا كان دائما لا ما تعيدها لأن الأصل أنك قرأتها بارك الله فيك ورضي عنك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج ألتقيكم غدا طبعا أسئلة الواتس أب اللي دائما يعني في يوم الجمعة ويوم السبت نجيب على أسئلة الواتس أب مباشرة ألتقيكم يا أحد القادم بحول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة